رحب اتحاد القبائل العربية بزيارة صاحب السمو أشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات العربية شقيقة لمصر وذلك لقضاء إجازة سنوية كما اعتاد خلال الفترة الماضية في مدينة العالمين الجديدة ويعتبر اتحاد القبائل العربية الذي يرأسه المهندس إبراهيم العرجاني أن هذه الزيارة المعتادة وقضاء الإجازة السنوية لصاحب السمو رئيس دولة الإمارات على السواحل المصرية بمثابة دعم مستمر من سموه لقطع السيحة المصرية وتأكيدا منه على المستوى الرفيع الذي تقدمه مصر بمختلف قطاعاتها لضيوفها الكرام سواء من الأشقاء العرب أو من كل العالم ويؤكد المهندس إبراهيم العرجاني أن هذه الزيارة تعتبر رسالة دولية من صاحب السمو تبرز مدى رقي الخدمات السياحية المصرية واستقرار الدولة واستدباب الأمن والأمان في مصر اشتركوا في القناة